ألجأ للنقطة الأخيرة وهي حول التفتيش في جسم الإنسان تيجي في المرور تجد عربية عربية خلفت قانون المرور الراجل سكران أو مسطول وخير له حتة حشيش ومعظم الحالة في كل السوائن مساطير بلاش نعمم أو عدد كبير منهم خوصاً عربيات النقل بتاعة المقتراض بتاعة البلد بيبقوا مساطير ويخشوا غلط ويرتكبوا جرائم وسوئين الأطورة ولا بتوع اللي بيعملوا الحاجر ده بسموء صنفير التحويلة بيبقى مسطول فكل الناس دي بيبقى مساطير تيجي أنت كمحاقق ويبقى المتهم محمد تقوله نعملها غسيل معدة عشان نعمل نشوفك واكد حشيش ولا لا يجي المتهم يقول مش رايح هل يملك النيابة ولا يملك معمور الضبط القضائي أنه يجفروا يجبروا قانون المرور بيقول يقدر بالوسائل الفنية يعرف الوسائل الفنية في الحتة دي بقى قهر الإنسان على أن يمس أحد جسده غلط أنا عارف كلامي ده مش هيعجب البعض ولكنه هو القانون الوسائل الفنية اعمل عليه أشعة اعمل هذا قوله اثنى لما يتبول ويتحلل البول بتاعه إنما قهره لكي يغسل معدته أو قهره لكي يتبول بالله تعتبر اعتداء على حرمة الإنسان وحرياته في سلامة بدنه أو جسده هنا دي دقيقة جدا وبيترتب عليها نتائج عملية كثيرة تتوقف على مهارة المحامة في معرفة القانون وفي الوصول إلى النتيجة الخلاص أن المحامة ليست علما فيه ثلاثة أركان في المحامة برأي أولا المعرفة القانونية اثنين القدرة على الإقناع ثلاثة الكنتاكت يعني القدرة على الاتصالات المحامة اللي قاعد في بيته واس مش هتجيله أضايا ولا حد يعرفه ولهذا لما تروح تتحضر اجتماعات ويبقى لك اتصالات وناس عرفات دي مهمة جدا المحامي يجب يقاله ولهذا دايما بلاقي محامين عندهم كروتا أو عد مساعده معاك كروتا يجب يبقى منتشر وله معارف وله اتصالات لو هو ما جاتلوش القضية لو ما عادش عرفه بيرجل المساعدين اللي هو بيكمله دوره وقدرته على الإقناع ما بتجيش بالعلم القانوني فقط بتيجي بدراساته وثقافته غير القانونية ولهذا المحامي الذي لا يعرف غير القانون فقط لا يصلح أن يكون محامية تير علوم سياسية تير غرافيا تير تاريخ تير دين ولهذا في المرافعة على الكات الدين تتمثل بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية في بعض الأحوان تكون مقنعة وتثير الانتباه واليقين القضائي هنا يبقى إذن الإقناع يتطلب ثقافة غير قانونية ما ليست الثقافة القانونية فقط المنطق وقوة التعبير والخدرة على الجدل يعني أنا شخصيا أحب الذي يعرضني أكثر من الذي يقيدني ليه هقول لك ليه الذي يعرضني إما أقدر رض عليه وإما يقنعني فيأخذ برأيه لما تكون شخص مجرد ما أنتشبث برأيك يبقى تفتمع للمعارض وإما أنت ما يعجبكش رأيه وتجد أن الانتجاه لأنتماتش فيه صح فتستمر عليه وإما يقنعك فتعدل عن رأيك يبقى إذن الاستماع للمعارض يفيده أكثر من الاستماع للمؤيد المؤيد ما كتير ما يقيده إنما المعارض إما المعارض يتكلم بجاتي ليس بأي كلام يعني جدا فيبقى تستمع إليه إلى النفق قد تأخذ به الخرصة أن مهنة المحامات هي إجباع لحق دستوري والحق في الاستعانة بمحامات أنا جت لأضياء أبطلت فيها إجراء حديبة مهمة استجواب وكيل نيابة قال أنا بعدت للنقابة الفرعية المتهم قال ما عنديش محامة بعدت للنقابة الفرعية أجيب للمحامة لقيتها مقفولة كويس هنا عشان تبقى عارف حقوقك بقى وكيل نيابة يجب أن لا يبدأ التحقيق إلا إذا أثبت أننا رأينا البدء في التحقيق لأنه سيترتب على التأخير فيه ضياع الأدلة لو ما كتبش كده تبطله الاستجواب بشرط أن يكون الاستجواب في دليل يعني لو هو مستمر في الإنكار الاستجواب صح لو في دليل اعترف حضور المحامة كان للحيلولة دون هذا الاعتراف الذي نكب المتهم سبيلا صعبا في تبرئته وبالتالي طلب أن نتيجة الاستجواب وخيمة في أن عدم حضور محامة يبطل الاستجواب ما لم يثبت وكيل نيابة في محضره أن نبذاء بالعجلة من ضياع الدليل اضطر لو ما كتبش كده المحامة يخب باله يدفع ببطلة التحقيق ويقول السبب لو ما تمسكش بهذا البطلان راحة القضية فبالتالي المحامي الناصح الذي ذاكر قانون يمسك في الاستجواب ويشوف أولا أدى إلى النتيجة وهو الاعتراف عشان يبطل ولا لأ اتنين أثبتوا النيابة وكيلوا النيابة المحقق ضرفوا الاستعجال ولا لأ وإذا أثبتوا ما عندهش غرق المحامة ينقشوا أمام المحكمة أنه لم يوجد هناك التحقيق لإنما يبقى وكيل يبقى ناصح وأثبت ما يوجبه القانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر